وبارس في الولايات المتحدة الأمريكية بعد قيام عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي حيث تحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باقتحام منزله حيث يقول الرئيس ترامب ترامب أعرب عن غضبه وصخطه كذلك بعد قيام هذه العناصر حسب ما يقول بدهم وتفتيش منزله في مار لاغو في بالم بيتش في ولاية فلوريدا. ترامب قال على موقع ترامب تروث أن عملية التفتيش كانت مفاجئة وغير ضرورية. وكذلك وصفها بأنها غير لائقة وغير مناسبة. خاصة بعد ما وصفه بتعاونه الكبير مع وكالات الدولة. ترامب أضف أيضا بأن عملية الدهم على منزله سلوك غير مقبول. وأن الولايات المتحدة والأمة الأمريكية تشهد أوقات مظلمة بعد ما حدث لمنزله من عملية دهم في فلوريدا. عملية الدهم وصفها ترامب سواء بسوء تقدير من الادعاء العام أو تسليح لنظام العدالة. ترامب اتهم أيضا من وصفهم بالديمقراطيين الراديكاليين. وصفهم بأنهم يريدونه أن لا يترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في عام 2024. معنا من واشنطن الزميل بير غانم للوقوف على تفاصيل أكثر. هذه هي صور منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية. هذه الصور مباشرة الآن. تأتيكم مباشرة الآن من ولاية فلوريدا. هذا هو منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. الذي تحدث أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي قاموا باقتحام هذا المنزل. بل وتحدث أيضا عن أنهم قاموا بكسر خزنته. واقتحام الخزنة الخاصة به أثناء عملية الاقتحام. وأنهم اقتحموا الخزنة الخاصة به. الكثير من المعلومات والآحام. ترجمة نانسي قنقر